اشتركوا في القناة وتم اجراء التنسيق المكثف مع سفارات البحرين في الدول للترتيب لعملية التطعيم تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بمباشرة تطعيم المواطنين المقيمين في الخارج ممن لم يتمكنوا من الحصول على التطعيم فقد باشرت وزارتي الصحة والخارجية بوضع خطة عمل لوضع توجيه جلالته موضع التنفيذ وقد تم منذ الأمس اجراء التنسيق المكثف مع سفارات البحرين في الدول التي يقيم فيها المواطنون بالخارج للحصول على الموافقات اللازمة بحسب أنظمتها والعمل على التحضير اللوجستي وإعداد روابط التسجيل الإلكترونية للمواطنين كما باشرت وزارة الصحة بعمل الترتيبات والتجهيزات اللازمة من الناحية اللوجستية بشأن نقل التطعيمات المخصصة للمواطنين المقيمين بهذه الدول سيتم تنفيذ الخطة خلال الأيام المقبلة بعد حصر جميع المواطنين المسجلين والحصول على الموافقات اللازمة وبفضل من الله وبروح المسؤولية من الجميع نشهد اليوم انخفاضا ملحوظا في منحنى الحالات القائمة بدءا بدأ عقب اتخاذ القرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي والتي تم البدء بها في 27 مايو 2021 وللتأكيد أننا والحمد لله نسير في الاتجاه الصحيح منذ اتخاذ القرار